عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيه رئاسيا بسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالمطحف الكبير وتحسين الصورة البصرية استعدادا لافتتاح المطحف كما وجه مدبولي بالاهتمام بزيادة أعمال الزراع والتشجير على جانبي الطريق الدائري مكلفا بسرعة البدء وضرورة المتابعة الدورية لكي تخرج الأعمال على أكمل وجه